السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلب الشعبة المعمارية تخصص أعمال البناء الصف الثالث أهلا ومرحبا بكم في حلقتنا النهاردة إن شاء الله نتكلم فيها عن مادة تكنولوجيا أعمال البناء اللي احنا بدأنا فيها من حلقتين قبل كدهوة وبنتكلم فيها عن درس السلالم درس السلالم قلنا بنتكلم فيه عن عنصرين أول عنصر اتكلمنا فيه وهو المصطلحات المستخدمة في أعمال السلالم ووطناها ووصفناها ووضحناها تمام النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم على العنصر التاني في درسنا اللي هو بيتكلم عن حساب وتصميم السلالم حساب وتصميم يا شباب حساب وتصميم السلالم بتعامل مع حضرتك إن ده سؤال مهم جدا في مادة التكنولوجيا وسؤال لامتحانات مهم جدا تمام يبقى احنا كدهوة ضغطينا سؤال كامل ممكن يجي لألف وبيه ألف ممكن يجي يتكلم على عرف المصطلحات المستخدمة ويختل مثلا أربع مصطلحات أو خمس مصطلحات من الدرس تمام ونعرفها الجزء التاني من السؤال وهو عبارة عن مسألة إزاي أحسب وصميم سلم أحسب وصميم إيه sel SUV تعالوا مع بعض كدهوة نشوف إزاي أحسب سلم مع بعض أول حاجة شباب بحسب السلم من ناحية ارتفاع القيمة ارتفاع القيمة ومسافة النايمة ارتفاع القيمة ومسافة النايمة اللي هو عرض النايمة بتاعتي اللي هي ارتفاع الدرجة تمام وعرض الدرجة طيب وبعد جدهوت النقطة اللي بعد جدهوت بشوف السلم ده عايز كام درجة تمام يعني كام ايمة وكم نايمة هيحتاج عشان اطلع من دول لدور يبقى انا محتاج كام ايمة وكم نايمة تمام واشوف السلم ده محتاج محتاج ايه تمام هل هو متكون من قلبتين ولا متكون من تلات قلبات طيب اول حاجة اول حاجة بروح اعمل ايه باش مهندس بروح فارد ارتفاع الايمة اللي انا قلتلك عليه في الحلقات في الحلقات السابقة تمام لما جينا نعرف ارتفاع الايمة المصطلح بتاع الايمة وقلنا ان ارتفاع الايمة ده عبارة عن المسافة المحصورة ما بين نايمتين ودينا له رمز صغرنا كدهوت اللي هو بيرمز للرمز ايه قاف اللي هو الايمة طيب مسافتها او ارتفاع الايمة بيتروح من كام لكام من 14 من 14 ل 18 يعني ما يقلش ارتفاع الايمة عن 14 وما يزدش عن كام يا شباب وما يزدش عن 18 يعني ممكن تبدأ ب14 ممكن 15 16 او 17 اقصى حاجة لها ايه 18 طيب انا هفرد اول حاجة من عندنا تمام لما جي احل المسألة لازم افرد ارتفاع الايمة افرده 14 او 15 بس بدا مش بمزاجي انا هفرده على سبيل ان انا لو اسمت ارتفاع الدور بتاعي لو اسمت لو انا جبت ارتفاع الدور واسمت على ارتفاع الايمة اللي انا هفرده من عندي تمام لازم ناتج الاسم بتاعي يديني رقم صحيح لازم ناتج الاسم يديني ايه لازم يديني ناتج صحيح يعني مثلا يدينيatsächlich يديني مثلا 16 او يديني 18 او يديني 20 او 22 تمام ما يدينيش 20 واحد من 10 او 20 او 22 وخمسة من 10 انا مش عايز القصور ديت لازم يديني ناتج الاسم ناتج ايه ناتج صحيح طيب بعد كدهوت هيديني مثلا عشرين عشرين ايه عشرين درجة يبقى انا عشان اطلع الارتفاع دوت يبقى انا محتاج او انا عشان اغطي الارتفاع ده يبقى انا محتاج عشرين ايمة طيب العشرين ايمة دولت هيتقسمه ازاي استاذ العشرين ايمة دولت لو انا عندي سلم قلبتين لو فيه مستويين ميلين اللي انا بقولك عليه القلبة الاولى والقلبة التانية تمام المستويين دولت يا باشماندس لازم يبقى قد بعض زي ما احنا بنقول مثلا عندي حتة قماشة وعايزة أفصلها بانطلون منفعش ان انا اقول ان فيه رجل بانطلون تبقى طويلة ورجل بانطلون تبقى سيارة لا لازم اللي اتنين يبقى قد بعض يبقى انا لازم افصل الحاجة اللي اتنين قد ايه قد بعضهم يبقى انا عندي لو انا عندي السلم قلبتين يبقى القلبة الاولى قد القلبة التانية طب انا عندي يا صيز تلع نتجي الاسمة لما انا قسمت ارتفاع الدور على الارتفاع الايمة اللي انا فرضته اللي هو ممكن يكون اربعتاشر او خمستاشر او ستاشر او تمنتاشر مثلا تمام لقى ادياني نتج صحيح اللي هو مثلا مثلا عشرين او اتنين وعشرين قولنا اتنين وعشرين يبقى اللي اتنين وعشرين هقسمهم على عدد الالبات اللي هي يمين وشمالي القلبتين انا بقولك السلم مكون من ايه السلم مكون من القلبتين طيب يبقى الـ 22 دولارة لما أسمهم على العدد القلبتين اللي موجود على اللي هم اللي اتنين تمام يبقى أنا عندي في القلبة دي هيقضوا 11 وفي القلبة التانية تاخد ايه تاخد 11 يبقى دوات في حالة لما يكون سلم ايه السياز في حالة لما يكون سلم قلبتين طيب لما يكون عندي سلم ثلاث قلبات يتوزعت ازاي الـ 22 لازم لازم قلبتين اللي هي الاولى والتالتة لازم أن يكون عدد السلالين فيها قد بعض الاولى مع التالتة اللي هو الفرد اللي قصت بعض الاولى والتالتة لازم أن يكون قد بعض واللي يتبقى من اللي يتبقى من الـ 22 دولارة يتحطي في التانية اللي هي الوصنية بس بحس ان عدد الدرجات فيها ما يقلش عن كام ما يقلش عن خمسة في المصلاحات اللي احنا قلناها طيب يعني مثلا اتنين قلنا ايه مثلا 20 عندي ارتفاع الدور على الارتفاع الايما اللي أنا فرضته قلت مثلا طلع الناتج كام 20 هنقول ايه سياز هنوزعهم ازاي قلت مثلا ممكن اوزع سبعة وسبعة ادي اربعتاشر طب اربعتاشر وعندي اللي هيتبقى من العشين هيتبقى كام هيتبقى آه ستة يبقى الستة دولارة في اللي يتحطوا في اللي في القلبة اللي هي في الوسط تعال نشوف مع بعض كده الجزء اللي احنا شرحناه تمام ونرجع نكمل الخطوات اللي احنا هنمشي عليه لاني الخطوات دي هتبقى سابتة لحال ازاي اصمم وازاي احسب سلم وازاي ارسمه تعال مع بعض كده هوت اول خطوة مع بعض نشوفها تمام حساب تصميم السلالم اول حاجة بقول ايه حساب ارتفاع الايمة يبقى اول خطوة هنحسبها في السلالم ازاي احسب ارتفاع الايمة طب قلنا اول حاجة ايه هنفرد ارتفاع الايمة الذي يتراوح من كم لكم يا شباب من 14 ل 18 ممكن يجي له سؤال اكمل يقول لي ارتفاع القائمة اللي يتراوح من نقط الى نقط يبقى من 14 لكم من 14 ل 18 من 14 ل 18 ايه سنتي مش متر تمام بعد كده هوت الخطوة اللي بعد كده بحيث انه اذا تم قسمة ارتفاع الدور على ارتفاع القائمة المفروض اللي انت فردته من عندك يكون الناتج عدد ايه يكون الناتج عدد صحيح تمام طيب بعد جدوات يا باشماندس هيقول له الخطوة اللي بعدها ارتفاع القائمة المفروض اللي احنا الخلاصة بقى هو القانون اهو او القاعدة اللي احنا هنمشي عليه ارتفاع القائمة المفروض اللي هو ممكن اقسم على 14 تمام او 15 او 16 او 17 او ايه او 18 على عدد القوائم بالسلم ارتفاع القائمة المفروض على عدد القوائم بالسلم بيساوي ارتفاع ايه الدور يعني انا عملت عملية ايه عملت عملية عكسية هنا انا اسمت ارتفاع الدرجة اسمت ارتفاع الدرجة اللي انا فردته اللي هو 14 او 15 اسمت على ارتفاع ارتفاع الدور طيب عملية عملية عكسية قلت له ارتفاع الاي ما اللي انا فردته أقسمه على عدد القوائم بالسلم هيدين ارتفاع ايه؟ ارتفاع الدور طيب الخطوة اللي بعد كده يا شباب حساب عدد القوائم بالقلبة الوحدة حساب عدد القوائم بالقلبة الوحدة اول خطوة اذا كان السلم مكون من قلبتين يبقى عدد القوائم على عدد الايه؟ القلبات اذا كان السلم متكون من قلبتين يبقى عدد القوائم على عدد الايه؟ الالبات اللي هو عددهم كام الاتنين البتين يبقى مثلا عشرين على الاتنين او تمنتشر على الاتنين او اتنين وعشرين على الاتنين او اربع على حسب ما يطلع لعدد الاوايم اللي انا هقسمها تمام هقسمها وبعد هو اقول له ايه عدد الاوايم على عدد الايه الالبات خلاص طيب ننتقل بقى للخطوة التالتة تمام اذا كان السلم مكون من ثلاثة البات الخطوة السابقة احنا قلنا ايه لو السلم متكون من البتين هنقسم عدد الاوايم على عدد الايه الالبات اللي هما مثلا عشرين على الاتنين او اربع عشرين او ستة وعشرين على الاتنين اي رقم هيطلع من ناتج الاوايم عدد الاوايم هنقسمه على ايه على اتنين ده عشان عندي السلم متكون من ايه من البتين اما لما يكون السلم مكون من ثلاثة البات يكون عدد القوائم بالقلبة الأولى يساوي عدد القويم بالقلبة بالقلبة التالتة واللي يتبقى منهم من الأولى والتالتة هنروح ورسلوا فين يوضع بالقلبة الثانية ده الجزئية اللي احنا شرحناها في الأول تعال نشوف الخطوة اللي بعد كده حساب عدد وعرض النواي بالقلبة الوحدة حساب عدد وعرض النواي بالقلبة الوحدة هنعمل ايه يا أستاذ اول حاجة يا باش مهندس عندنا قاعدة بتقول تعال نقول يبقى اول خطوة عشان كلها مترتبة على بعضها انا هفرض ان ارتفاع الايمة مثلا انا عندي ارتفاع الدور مثلا تلاتة متر يبقى انا هقسم على اربعتاشر هيجيلي عدد وكسور تبقى اجرب على القلع الحسبك ده هو التلاتة متر على الخمستاشر هيديني عشرين ايمة هيديني ايه هيديني عشرين عشرين ايمة ده في السلم كله في المكان اللي انا خصصته للسلم هرس فيه عشرين ايمة هرس فيه ايه عشرين ايمة وخلي بالك الكلام ده يفيدك قبل ما يكون فيه امتحان يفيدك لما يكون مثلا عندك بتعمل مثلا بتنشئ مبنى او مثلا ايه عندك حتة ارض وعايز انت مثلا ايه تعمل الجزء اللي موجود في السلم عايز تروح للرجل وتقول له أنا عايز عايز أعمل السلم دوت طب هيقول لك مثلا طب انت عارف انت هتحتاج كم درجة الدرجة دي فيها أيمة ونيمة تمام طيب هتحتاج كم أيمة وكم نيمة طب تعال بقى نرجع ونقول ايه اللي أنا هاستفاده من الدرس ده ان أنا هاقسم ايه هاقسم ارتفاع الدور اللي أنا فرضته مثلا من عندي تلاتة متر دلوقتي تمام وقسمته جربته على الاربعتاشر تلعلي عدد وكسور بعد العلامة العشرية في كسور يبقى مداما ينفعش اخش بقى على ايه اتجرب الخمستاشر يبقى تلاتة متر على الخمستاشر سنتي تمام او الخمستاشر من مية اداني عشرين عشرين ايه عشرين ايمة في السلم كله محتاج عشرين ايمة طب العشرين ايمة دولة هاقسمهم على عدد عدد ايه هنقسمها على عدد القلبات اللي موجودة طب لو سلم قلبتين يبقى انا هاقسم العشرين على الاتنين يبقى عشر يمين وعشر طلعت للتين وعشرين يبقى التين وعشرين على الاتنين يبقى احداشر يمين واحداشر ايه 11 في القلبة الاولى واحداشر في القلبة الايه 11 في القلبة التانية طب نيجي بعد جده هو الحداشر دولت 11 قيمة او العشر قيمات هنثبت مثلا هنقول للايه العشر قيمات دولت يا الساس العشر قيمات دولت بكم نايمة عندنا قاعدة بتقول ايه ان عدد النوايم عدد النوايم اقل من من القوايم بوحدة تاني. نركز مع بعض كده عشان ما ايه ما نطلق باش وما نطلقش من بعضين. عدد النوايم عدد النوايم عدد السطح السطح اللي انت بتدوس عليه بجزمتك بيبقى اقل من السطح الرأسي او اللي هو العمود عليه. بواحدة. بايه? بواحدة. طب تعال انا عدها كده. تعال انا شوف على اللي انا عمله لك دوت وجايبه لك اهو. تمام? بص مع بعض كده اهو. اه دي السلم انا قلتلك ايه? مجموعة من الدرج في مستوى مائل واحد. بسميه قلبة. بسميه يا شباب. بسميه قلبة. طيب. القلبة دي متكونة من كم درجة? ادي درجة. اتنين. تلاتة. اربعة. ادي خمسة. ودي البسطة. الجزء المربع ده بسميه بسطة الروحة. تمام? طيب. الخمسة دولة يا أستاذ. تعال نعدهم تانا عشان ما نطلق باش. ادي درجة. اتنين. تلاتة. اربعة. ادي خمسة. خمس ايه? خمسة. درجات. طيب. الخمس درجات دولت. بكم ايمة? وبكم نايمة? تعال كده. السطح الرأس اهو. تمام? ادي ايمة. السطح الرأس اللي بعديها اللي انا مش ايه? محددولك اهو. تمام? ادي كده اتنين. ادي تلاتة. اربعة. خمسة. ست ايه? ست اوايب. ست ايه يا شباب? ست اوايب. طيب. بكم سطح افك بقى اللي انت بتدوس عليه بجزمتك او برجلك وانت طالع اوين تنازل. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. ادي خمسة. خمس نوايم. خمس نوايم. بست ايه? بست اوايم. يبقى القاعدة اللي انا قلتلك عليها. ان عدد النوايم اقل من الاوايم بايه? بواحدة. تعال نقول بقى كده قده القاعدة اللي احنا هنمشي عليها. هنقول حساب عدد النوايم بالقلبة. بتتحسب ازاي عدد الاوايم بالقلبة الوحدة? ناقص. ناقص ايه? ناقص واحد. ناقص يا شباب? ناقص واحد. يعني انا قلتلك مسلا انا اسمت ارتفاع الدور على ارتفاع الايما اللي انا فرضته. قلتلك تلاتة متر على ارتفاع مثلا الارتفاع اللي انا فرضته. اتلع خمس واشر. اديني عشرين. مسلا العشرين دولار اسمتهم على عدد القلبات. قلبة ايه? على اتنين. يبقى قلبة يمين وقلبة شمال اداني كم? اداني عشرة ميل في القلبة الاولى وعشرة في القلبة التانية. طب العشرة العشرة اوايم دولت بكم نايمة? لازم ان تقلل واحدة من الاوايم. يبقى العشر اوايم بتسع ايه? بتسع نوايم. طيب نشوف الخطوة اللي بعد كده. عايز احسب عرض النايمة. عايز احسب عرض اللي ايه? عرض النايمة اللي انا هدوس عليه. تمام? طيب. بيتحسب بقعدة من القعدتين. وممكن يجيب هالي في الامتحان ويحددها ويقول لي احسب عرض اللي ايه? احسب عرض النايمة باستخدام القانون اه او القعدة اتنين بيحدد هالي. هنشوف ايه? المسائل بتاعتي. طيب. هنيجي بعد جدوة هنقول ايه? في عندي قعدة فرنسية وقعدة انجليزية. عشان احسب عرض النايمة. تمام? عندي قعدتين. اهي استخدم. لو هو ما حددش في المسألة. يبقى انا بحدد مسألة وليكن القعدة الايه? الفرنسية. طيب القعدة الفرنسية بتقول لي اتنين قاف. اتنين قاف. يعني اتنين مضروبة في ارتفاع الايمة. في ارتفاع ايه? في ارتفاع الايمة. اتنين قاف. اللي هي اختصال لكلمة ايمة. اتنين قاف. زائد نون. اتنين قاف. زائد نون. اللي هي اختصال لكلمة نايمة. يبقى اتنين. في القايمة زائد النون اللي هي النايمة. تمام? بتتروح او بتساوي من ستين لستة وإيه؟ من ستين لستة وستين. يعني ممكن أشتغل على ستين واحد وستين. اتنين وستين. اربعة وستين. خمسة وستين. أقصى حاجة للقاعدة بتاعت ايه؟ ستة وستين. طب عشان نريح نفسنا تمام؟ ونبقى قاعدتنا سابتة. لو هو ما حددهاش في الامتحان. هقول اتنين قافزة ادنون بتساوي تلاتة وستين. هناخد الوسط بتاعه. يبقى دي قاعدة ايه؟ دي قاعدة سابتة. القاعدة الفرنسية بتقولي اتنين قافزة ادنون بتساوي أيوة تلاتة وستين. طيب القاعدة اللي انجليزية دي شغلها بالبصة يا باش مهندس. اللي هي نفس القانون اتنين قافزة ادنون بس بتساوي اربعة وعشرين بصة. بتساوي ايه؟ اربعة وعشرين بصة. طب هو أنا هشتغل هروح للراجل وهو بيعمل لي unicorn هقوله مثلا انا يا اتنين قافزة ادنون بيساوي 24 بوصة هو شغال بالبوصة طب ما نحولها ونريح دماغنا يا شباب ونقول ان البوصة بتساوي اتنين سنتي ونص اتنين سنتي ونص في 24 هتطلع اللي بستين هنقربها ونخلها واحد وستين يبقى القاعدة الانجليزية بتساوي اتنين قاف زائد نون بتساوي واحد وستين تعالها مع بعدي كده نشوف ونشوف الخطوتين اللي احنا شرحناهم مع بعدي رقم تلاتة ازاي احسب عدد وعرض النوايم بالقلبة الايه بالقلبة الوحدة خلي بالك طيب اول حاجة عدد النوايم بالقلبة بيتحسب ازاي بقول له عدد النوايم بالقلبة الوحدة بيساوي عدد الاوايم بالقلبة ناقص ناقص ايه ناقص واحد ناقص ايه لان القاعدة بتقول ايه عدد النوايم اقل من الاوايم بواحدة طيب الخطوة اللي بعد كده يا شباب ازاي احسب عرض النايمة انا حسبت دلوقتي ايه عدد الاوائم والنوايم اللي موجودة في السلم اللي انا احتاج طيب عرض النايمة من كم لكم قلنا بيتراوح من سبعة وعشرين من سبعة وعشرين لكام لتلاتة وتلاتين يعني ما تقلش عن سبعة وعشرين هتلاقي وانت طالع على السلم لو هي أقل من كده رجلك تعلقت والشكلبت على وراء عشان عرض النايمة مش مريح في الطلوع للصعود فاحنا بنقول عرض النايمة ما يقلش عن سبعة وعشرين وما يزدش عن تلاتة وتلاتين يعني ممكن يبقى سبعة عشرين ممكن تمانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين بس أهم حاجة ما يزدش عن كام ما يزدش عن تلاتة وتلاتين يا شابه طب تعال نشوف كده باش مهندسين معايا يحسب عرض النائمة من القانون التالي اللي هو بيقول ايه القانون القانون اللي هو الفرنسي اتنين قاف اللي هي القاف دي اختصار لكلمة ايه ايمة زائد نون اللي هي اختصال لكلمة ايه نايمة بيساوي من ستين لستة وستين سنتي واللي احنا بنستخدمها على طول وهنسبتها تلاتة و ايه تلاتة وستين سنتي يبقى المختصر بتاع القانون او القاعدة الفرنسية هيقول لي ايه هيقول لي اتنين قاف زائد نون بيساوي تلاتة وستين ايه تلاتة وستين سنتي ايوة تمام كده يبقى احنا هنحفظ القاعدة ديت لما يجي احسب عرض النايمة هقول له ايه لو هو ما جابهاش في الامتحان انا هقول له الاتنين قاف زائد نون بيساوي تلاتة وستين سنتي طب تعال نشوف مع بعض القاعدة الانجليزية هتقول ايه اتنين قاف اللي هي اختصال لكلمة القاف دي اختصال لكلمة ايوة قائمة زائد النون اللي هي اختصال لكلمة نائمة بتساوي اربعة وعشرين بوصة قلنا هنعمل البوصة ديت هنحولها هتتلع بايه تقريبا واحد وستين ايه واحد وستين سانتي تمام يبقى القاعدة بتقول المختصر بتاعها اتنين قاف زائد نون بيساوي اربعة وعشرين بوصة طيب احنا مش هنشتغل بالبوصة ياWAY استاذ هنشتغل بالايه هنشتغل بالسانتي يبقى انا هحول الاسربعة وشرين ديت من البوصة الايه للسانتي يبقى ايه المختصر والقاعدة اللي انا هشتغل عليها تمام اتنين قفزة الدون بتساوي واحد وستين سنطي واحد وستين ايه واحد وستين سنطي طيب تعالى بقى ننتقل ونشوف مع بعض كده التمرين مثلا لو جاب لي مسألة في الامتحان هنحلها ازاي ونتعامل معها ايه ونشوف ايه اللي بيطلب في المسألة بيقول اول حاجة المطلوب حساب عدد الاوايم والنوائم ومقادير يبقى عدد الاوايم عايز احسب عدد الاوايم في السلم وعدد النوائم الموجودة في السلم عددهم قديه ومقدار كل واحدة منهم مقدار الايمة او ارتفاع الايمة قديه وعرض النايمة قديه ومقادير كل منها في سلم عديم ايه عديم المنور طب في واحدها يقول ايه كلمة عديم المنور دي يا أستاذ هنرجع للمصالح اللي احنا اتكلمنا عليه وأقول لك لما يكون السلم في مسافة أو في فاصل ما بين رؤوس الدرجات يمين وشمال وبص وأقدر إن أنا بص عليه تمام أبص على الزميل الموجود أو اللي بين ده تحت دوت يبقى ده اسمه منور أو فانوس فانوس السلم طيب لو ما فيش مسافة ما بين رؤوس الدرجات ديت يا شباب يبقى ده اسمه عديم ايه عديم المنور طيب تعال نكمل مع بعض المسألة ومقادير كل منها في سلم عديم ايه عديم المنور مع الاعتبار أن الارتفاع الموصل إليه السلم خلي بالك بقى عشان في حاجات هنحتاجها كده أول حاجة إن السلم دوت عديم ايه عديم المنور عديم منور يبقى أوتوماتيك على طول من غير هتيجي تقول لي ايه ده تبدأ البتين ولا تلاتة يا أساس طالما عديم المنور يبقى ده متكون أوتوماتيك على طول يا شباب من غير ما تفكر يبقى ده متكون من ايه من البتين طيب يبقى السل معدي من المنور ما بينقسين كده هو نقطة هنخليها في دماغنا وهنقول ان ده متكون من ايه من قلبتين مع الاعتبار ان الارتفاع الموصل الى السل من طابق الاخر هو ايه تلاتة متر يبقى ارتفاع الدور عندي كم يا شباب ارتفاع الدور تلاتة متر ان طول وان طول الدرجة الظاهر هو متر وعشرة طول الدرجة اللي هيظهر بعد ايه بعد اما هتخش وتثبت الدرجة في الحيطة اقيس الجزء الظاهر منها الاقي طول الدرجة ايه اديه متر وعشرة طيب وعرض صدفة الوصول وعرض صدفة الوصول كم يا شباب وعرض صدفة الوصول متر وعشرين طب افتراضا يا استاذ هو لازم يجيب لي صدفة الوصول لا مش شرط طب افتراضا ان هو ما جبهاش او نسي ان هو يجيبها هنعمل ايه على طول اوتوماتيك بدون تفكير ازود على طول الدرجة دي ازود على طول الدرجة عشرة سنتر لان عرض صدفة الوصول اكبر من طول الدرجة بعشرة ايه بعشرة سنتر اوتوماتيك يا شباب يبقى هو لو ما جابش العرض صدفة الوصول في اللي بتحان يبقى احنا ايه ما نطلق باش وما نطوش وما نعطش نفاق ايه نفابريك الدنيا لا على طول عندي طول الدرجة كام متر يبقى انا زود عليها عشرة يبقى متر وعشر يبقى عرض صدفة الوصول كام يا شباب متر وعشر تب جاب هلي متر طول الدرجة الظهر متر وعشرين يبقى انا هزود عليها كام هزود عليها عشرة يبقى ده عرض صدفة الوصول بقى كام متر وثلاثين وعرض صدفة الوصول متر وعشرين استخدم حدد له استخدم القانون 2 قاف زاد نون بيساوي 62 سنطي 62 ايه هو القعدة بتقول لي من 60 ل 66 هو ريح لنوة وجبها لي جهزة من غير ما فكر ولا افترض قال لي استخدم القانون لما تيجي تحسب عرض النايمة استخدم القانون بيقول لي ايه اتنين قاف زاد نون بيساوي 62 سنطي تعال نقول الحل اول حاجة هناخد بقى هنعمل هامل صغير كده او مسودة صغيرة كده على جنب ايه في الصفحة بتاعتي بعد ما بروز وكتب اجابة السؤال مثلا كذا رقم الاول او التاني او التالت او مثلا التالت الف او التالت بح على حسب ما يحدد لي اجع على الجنب الشمال من الصفحة كده وراح عامل هامش او مسودة صغيرة كده واكتب الحاجات اللي انا هستخدمها بنسميه مسودة صغيرة كده طيب المسودة دي ايه اللي انا هستخدمها هستخدم احدد فيها او وقت فيها السلم ده بمنور ولا عديم المنور البيتين ولا تلات البيت لازم انتك كتب تمام طيب طول الدرجة الظاهر او طول الدرجة كام ارتفاع الدور عندي كام تمام عرض صدفة الوصول لو هو جايب هالي هكتبها كل الكلام ده وتحديده في الامر تعال مع بعدي كده تمام قلت له سلم عديم المنور انا كتبها لك او موضحها لك تمام سلم عديم المنور قال لي ارتفاع الدور كام قال لي ارتفاع الدور تلاتة متر طيب طول الدرجة الظاهر كام طول الدرجة الظاهر جايبها ليه في المسألة كام طول الدرجة الظاهر متر طيب عرض صدفة الوصول كام يا شباب متر وعشرين عرض صدفة الوصول كام متر وعشرين طب تعال نحل مع بعدي كده اول حاجة حساب ارتفاع القائمة حساب يبقى اول خطوة على طول سبتة ما بتتغيرش جايب لك خطوات سبتة مش هتتغير في أي مسألة في أي تخصص في من تخصصاتنا المعمرية دي خطوات ثابتة يعني مش شرط الكلام اللي احنا بنقول ده على تخصص البناء لا ممكن زمانينا وابناء النطلبة في التخصصات الأخرى بيجي لهم نفس المسألة ممكن يمشوا معنا نفس الخطوات ما بتتغيرش أول حاجة حساب ارتفاع القائمة طب احنا قلنا لما اجي احسب ارتفاع القائمة هنعمل ايه قلتلك هنفرد ارتفاع القائمة الاربعتاشر لخمساشر على حسب طب قلت نفرد انا فرطت هنا ان ارتفاع القائمة ايه خمساشر بس ما تكتبش بالجافة يا شباب ما نكتبهاش الاول نجرب الاول على الالة الحسبة قبل ما اكتبه عشان ما اعطش اشتب ليه اروح جايب الالة الحسبة واجيب ارتفاع الدور واروح اسم ارتفاع الدور مرة على اربعتاشر مرة على الخمساشر مرة على الايه مرة على الستاشر لغاية ما وصل لغاية ناتج الاسم انه يكون ايه عدد صحيح طيب انا في ليه بعد اما اسمت على الالحزبة التلاتة متر التلاتة متر اللي هو ارتفاع الدور اللي هو جايبولي في المسألة تمام اسمت على الاربعتاشر تلاقي لي ناتجه وكسر حاجة وشويات طيب تعال نجرب الخمستاشر اه التلاتة متر على الخمستاشر اداني ايه يا شباب تعال نشوف كده قط مع بعض يبقى عدد الاوين في السلم كله تلاتة متر على الخمستاشر من مية بيساوي عشرين ايمة يبقى عندي عدد الاوين في السلم كله كام؟ عشرين ايمة طب حلو الكلام العشرين ايمة دولت هيترصوا في جية واحدة من السلم ولا هيترصوا ازاي سيليه اسياز تعالى بقى عدد الاوين بالقلبة الوحدة عدد الاوين بالقلبة الايه؟ بالقلبة الوحدة طب انا عندي السلم عديم المنور يعني أوتوماتيك يا أستاذ السلم دوت متكون من كم قلبة متكون من قلبتين يبقى أنا هقسمي العشرين على كم على الاتنين برافو أيها اللي كانوا مركزين معايا من بداية الحلقة يبقى عشرين على الاتنين بيساوي كم عشر قوايم بالقلبة الوحدة يبقى كل قلبة هيترصي فيها كم قيمة عشر قوايم طيب بعد جدوات الخطوة اللي بعد كده رقب أربعة عدد النوايم بالقلبة أنا نسيت واحدة عيفقرني يقول لي طب أنا عايز أحسب عدد النوايم القاعدة اللي احنا قلناها تمام؟ إن عدد النوايم أقل من القوايم بإيه أقل من القوايم بإيه بواحدة يبقى أنا هتلع عندي عدد القوايم في القلبة الوحدة عشرة يبقى عدد النوايم توماتيك توماتيك جدوات يا شباب من غير ما نفكر هيتبقى عدد النوايم كام؟ هيتبقى عدد النوايم على طول تسعة تعالى نشوفها مع بعدي كده يبقى عشرة ناقص واحد بيساوي ايه بيساوي تسع نوايم تسع ايه يا شباب تسع نوايم يبقى انا حسبت جدوات كم خطوة اربع خطوات اول حاجة ارتفاع ارتفاع الايمة بعد جدوات اسمت الناتج اللي انا فرضته اسمته على ارتفاع الدور طلع اللي طلع اللي طلع اللي ايه عدد الاون في السلم كله بعد جدوات الخطوة تالتة بعد كده اللي انا عملتها عملت ايه ايه ايوا اسمت عدد الاوايم على عدد الالبات عشان اطلع اطلع نصيب الالب الوحدة فيها كم فيها كم ايمة والالبات التانية دي هتاخد نصيبها كم ايمة تمام طب تعالى نشوف كده مع بعض الخطوة الرابعة عدد النوايم بالالب الوحدة بيساوي عشرة ناقص واحد بيساوي ايه تسع نوايم طب تعالى ننتقل لخطوة جديدة مع بعض رقم خمسة حساب عرض النائمة حساب عرض الايه الناس ركز معايا شوية كده هوت ونشوف الايه الخطوات تمام ننتقل مع بعض حساب عرض الايه ايوا حساب عرض النائمة طب بيت حسب ازاي او استاذ حساب عرض النائمة قال لي في القانون قال لي في نهاية المسألة استقدم اتنين قاف زي اتنون بيساوي كم يساوي واحد وستين او اتنين وستين هنشوف كده هوت هو كان محددال ايه تقريبا مع بعض الناس اللي مركزة معايا اه اتنين وستين يبقى انا جيبتلك مع بعض مع بعضينا كده هو جيبتلك برضو ليه النقط بتاعتي في المسود ده بعد كده هوت قلتلك ايه القانون اللي هو حددهولي في المسألة هروح مستقدمه ساعة ايه ساعة ايه ساعة امهاجي احسب عرض النائمة طب قال لي استخدم القادة بتقول ايه اتنين وستين اتنين قاف زي ادنون بيتسوي ايه اتنين وستين طب تعال نشوف بقى نطبقها مع بعض القادة دية ازاي اللي اتنين تنزل مع بعض زي ما هي تنزل نركز كده هوت ونجيب اللي ايه الكاميرا على اللي سلايتس مع بعض تمام اللي اتنين تنزل زي ما هي القاف اللي انت فرطته في المسألة القاف اللي انت فرطته في المسألة تلعت بكم بخمساشر القاف تلعت بكم بخمساشر طيب النون النون اصلا انا عايز احسبها دي يبقى تنزل زي ما هي لان هي لسه مجهولة بتساوي اتنين وستين بتساوي ايه اتنين وستين نركز مع بعض جدوة مخرجنا الجميل يركز معايا ويجيب لي اللي ايه لان كدوات اللي ايه عايزين نوضح الخطوات ديت يبقى اللي اتنين في خمساشر زايد النون بتساوي اتنين وستين طيب الخطوة اللي بعدي كده هنعمل ايه ضربت اللي اتنين في خمساشر تلاقي اللي بكم بتلاتين والنون تنزل زي ما هي بتساوي اللي اتنين وستين ما فيش مشكلة تمام طيب احنا وصلنا كده هو للحل لا ما وصلناش عندي رقم ناحية اليمين ورقم ناحية الشمال وطرف مجهول في النص طرف مجهول ايه يعني النون ديت لسه مربوطة مع مين النون ديت لسه مربوطة مع التلاتين ياريت نركز مع بعض كده تمام وهتلي الكاميرا على السلاس يا بش مهندس بعد يزنك ايه دي ايه التلاتين وايدي النون بتساوي كام بتساوي اتنين وستين يبقى هنيجي بعد جوات يا بش مهندس وهنقول ايه ايه هقول النون دي هخرجها برة تمام النون هخرجها برة واروح مخرج التلاتين اخرج التلاتين برة ودخل اللي اتنين وستين جوه واعكس اشارة اللي ايه واعكس اشارة اللي ايه اللي في النص. يبقى انا هعمل ايه يا بشمانديس? انا لسه ايه لك النون? النون لسه مربوطة مع مين? لسه مربوطة مع التلاتين. والتنين وستين ده دي سايبة كده لوحدية. مفيش حاجة ربطة. يبقى انا اعمل ايه? النون هروح جايبها برا كدهات يا بشمانديس. تمام? واروح ايه له ايه? ادخل اللي اتنين وستين جوه. ادخل اللي اتنين وستين جوه. اللي هو السايب. ادخل السايب ده ادخله جوه وخرج المربوط برا واعكس اشارة اللي ايه واعكس اشارة اللي في النص طب تعال نشوف مع بعض هروح اعيل له ايه النون بتساوي اتنين وستين اهي انا دخلت اللي اتنين وستين اهي وخرجت اللي ايه التلاتين وعكست الاشارة اللي في النص بتساوي بتساوي كام طرحت اللي اتنين وستين من التلاتين هيطلع لي كام اتنين وستين اتنين وثلاثين سنتي اتنين وثلاثين ايه اتنين وثلاثين سنتي يبقى عرض النايمة طلع كم يا شباب عرض النايمة طلع اتنين وثلاثين وارتفاع الايمة طلع كم ارتفاع الايمة طلع خمس عشر اللي احنا فرضناه طيب يبقى انا حددت كم حاجة الاعداد بقى اللي احنا حددناها واستنتجناها في الخطوات اللي احنا مرنا بيها وعدنا عليها اول حاجة ارتفاع الايمة خمس عشر طيب عدد الاوام في السلم كله عشرين اسمتهم القلبة الوحدة هي بقى كم؟ عشر وعشر عشر اوائم في القلبة الاولى عشر اوائم في القلبة الايه؟ عشر اوائم في القلبة التانية طيب عدد النوايم عشان هو طالب في المسألة المقادير والاعداد طيب عدد النوايم طالما عشر اوائم يبقى تسع ايه؟ تسع نوايم يبقى تسع نوايم في القلبة الاولى تسع نوايم في القلبة الايه؟ تسع اوائم في القلبة التانية طيب بعد جدوات عرض النايمة طبقت القاعدة اللي هو جايب هالي في المسألة ومحدد هالي في الامتحان قال لي استخدم القاعدة بإيه 2 كاف زائد نون بتساوي أيوة برافو عليك بتساوي 62 طيب بعد ما طبقت 62 ديت مع بعض كدوات 2 كاف زائد نون بتساوي 62 سنتي تمام نزلت 2 ودي قيمة القافة هي قيمتها كام 15 قيمتها كام 15 اللي انت فرضتها زائد النون نزلتها زي ما هي لان هي طرف ايه طرف مجهول بتساوي 62 اللي 62 نزلت زي ما هي طب نخلص ونضرب لو في جمع نجمع ولو في ضربها هنضرب يبقى 2 في 15 بكام 2 في 15 بتلاتين النون تنزل زي ما هي النون تنزل زي ما هي لانها طرف ايه طرف مجهول لسه لسه ما اوجدناش القيمة بتاعت اللي 62 تنزل زي ما هي قلتلك يا باشمان عندي رقم يمين وعندي رقم شمال تمام وقيمة مجهولة في النص قيمة مجهولة فين في النص القيمة المجهولة ديت لسه مربوطة مع مين مربوطة مع التلاتين واللي 62 ديت سايبة الوحدية طب نعمل ايه اخذ النون دي اخرجها بر تمام ودخل السايب جوة اللي هو اللي 62 وخرج المربوط اللي هو المربوط ما ايه مع النون اللي هو التلاتين اخرجها بر يبقى انا هدخل دي جوة وخرج التلاتين بر واعكس اشارة الايه الاشارة اللي في النص بدل ما هي موجب هخليها ايه هخليها سالي يبقى النون بتساوي 62 ناقص التلاتين بيتساوي 32 32 ايه ايوه 32 سنتي يبقى عرض النايمة بتاعي كام 32 سنتي يبقى انا حسبتك ده هو تعرض النايمة وعندي ارتفاع الايمة 15 وعدد الاوائم وعدد الايه النوايم طب تعال ان انتهي لخطوة جديدة سادس خطوة الخطوات دي سابتة يا شباب انا بأكد لك اهو خطواتنا سابتة مش هتتغير رقم 6 حساب طول محل السلم اللي ناسي تمام ايه هو محل السلم المكان الاوضى اللي انا سيبها فضية عشان ارس فيها الدرج بتاعي الاربع حيطان دي تمام بسمها محل السلم الفراغ اللي انا سبته في المسكة الافقي عشان انفز فيه واصمم فيه السلم بتاعي طيب يبقى ده اسمه محل الايه عايز احسب محل السلم او بير السلم طيب المحل السلم دوت ليه طول وليه عرض تعال نحسب طول محل السلم الاول تعال مع بعض كده الرسمة بتاعتي هخليك هخلي حضرتك تستنتج انت وتعرف ايه اللي انت هتحسبها ساعة لما تيجي تحسب الطول هتحسب ايه ولما تيجي تحسب العرض ايهما ايه الاتجاه الاطول فين اهو تمام انا شايفه يعني بمجرد النظر بدون بس قرية حسابات بمجرد النظر اللي اتجاه طول محل السلم طيب فين العرض اللي هو الاتجاه الصغير او الاقصر ده اللي هو ده ايه العرض طب تعال نحسبها كده ايه الساس عندي عشان احسب الطول ده هحسب ايه هو مش هيديني الخمسة تمنتاشر حضرتك بتروح راسم الرسمة بتاعتك بتروح راسم مستطير وبتقوله في النصر وبتروح ايه بحدد هل هو ايه اللي في المسألة السلم ده عدم منور ولا بمنور لا ده عدم المنور يا شباب يبقى انا هعمل خطين صغيرين كده اللي هو يعتبر مش يعتبر هو خط الكوبست اللي هو التربزي طيب ودي القلبة الاولى ودي القلبة التانية طيب القلبة الاولى ده انا هرسي فيها خطوط كده يا استاذ لا انا دخلت من باب الايه من باب البيت او من باب العمارة تمام ده مثلا ده الدور الاول خلاص طيب الدور الارضي هخش من باب العمارة اخد اتجاه السلم بتاع اللي هو ناحية اليمين يبدأ السلم سلم متيامن طيب لو انا اتجهت من ناحية الشمال ولقيت بداية السلم بتاع من ناحية الشمال يبدأ اسمه سلم متياسر يبدأ بدايته من ناحية الشمال. طيب. السلم بتاعي هبدأ من ناحية من جهة اليمين. ادي درجة. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. التسعة دولة اللي هم تسع ايه? تسع نوايم. تسع يا شباب. تسع نوايم. خلي بالك ان اللي الرسمة اللي حضرتك هترسمها بتعبر على الاورقام والماسات والاعداد اللي انت جبتها في المسألة. مش بترسها كده. بنروس بنروس سخطوته خلاص. لا. بروح جاي كدوات يا محترم. تمام? وروح ايه? اروح جاي كدوات. كم مسافة تسع نوايم? ادي يبقى الفراغة هو. الفراغ اللي انا بمحددوهم. مش اقول لك علي ده. تمام? ده اسمه نايمة. طب اتنين. تلاتة. اربعة. ادي خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. تسع ايه? تسع نوايم. بكم خط يا يا شباب. هتلاقيهم بعشرة. من غير ما نعد كده. الخط ده اللي هو الايمة. سن ليه? اللي هو رأسية الدرجة او حرف الدرجة. تمام? ادي ايمة. اتنين. تلاتة. اربعة. ادي خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. تمام? ادي عشرة. عشر ايه? عشر خطوط بعشر اويم يا شباب. تمام? طيب. بعد جهوات يا بشماندس. انا تلاقي السلم بتاعه. السلم ده عدم المنور. يبقى دي اسمها صدفة متوسطة. مش جزء مربع. لو جزء مربع هنسميها بسطة ايه يا شباب? هنسميها بسطة الراحة. لو جزء مربع. اما دي اسمها جزء مستطيل هنسميه صدفة متوسطة. هروح لافف وارح طلع على القلبة التانية. لغاية ايه? لغاية مخلص القلبة التانية. ولاقي جزء مستطيل تاني اكبر واعرض من الصدفة المتوسطة. طيب. اعرض دوت يا شباب. يبقى دي اسمها صدفة صدفة الوصول بعد ما حضرتك خلصت القلبة الأولى ولفيت أو ريحت هنا سنة اسمها صدفة متوسطة لفيت وروحت تلقى القلبة التانية تمام يبقى ده السلم ده متكون من كم درغة من كم نايمة أيوة عشرين ايمة بكم ايمة تمام تمنتاشر ايمة تسع ايمين وتسع ايه شمال هتلف بعد جواتها وصلت الباب الشقة بسميها صدفة الوصول اسمها صدفة ايه يا شباب اسمها صدفة الوصول طيب بعد ما وصلت طيب يبقى انا السلم متكون من ايه السلم متكون من صدفة الوصول ودي القلبة الأولى وايه دي الصدفة ايه صدفة متوسطة تعال نجمع المسافات دي تمام طول الدرجة الظهر ادي ايه طول الدرجة الظهر جايبها لي في المسألة متر وعشرة يبقى على طول اوتوماتيك يا شباب عرض الصدفة المتوسطة كام متر وعشرة عرض الصدفة المتوسطة كام متر وعشرة هاجي المسافة دي انا شايفة كده 2 متر 88 جات منين يا استاذ ارتلعك يا باش مهندس عرض النايمة طلع بكام عرض النايمة طلع في المسألة بكام 32 سنت 32 سنت يبقى 32 32 32 كم مرة 32 تسع مرات يبقى انا هضرب 32 في تسع نوايم اداني دي اداني 2 متر 88 طيب بعد جدوات يا باش مهندس اداني عرض صدفة الوصول جايبها لي في المسألة بكام متر وعشرة يبقى انا هاجمع المتر وعشرة زائد الـ 2 متر 88 زائد المتر وعشين اداني الطول كام اداني الطول كله 5 متر 18 يبقى طول السلم ده كام 5 متر 18 طب عرض السلم او عرض محل السلم دوت لما نيجي نحسبه نحسبه ازاي هنحسب ايه طول الصدفة المتوسطة مش هعرف ايه الساس طب يبقى انا هحسبه ازاي طب ما هو مديني في المسألة طول الدرقة الظاهر ده 100 متر وعشرة وطول الدرقة الظاهر ده 100 متر وعشرة يبقى انا اقول له عرض القلبة الأولى زائد عرض القلبة الثانية لو متر وعشرة زائد متر وعشرة بيساوي 2 متر وعشرين تعال نحسبها مع بعدي كده عرض الصدفة المتوسطة يبقى أنا لما أجي أحسب طول محل السلم هحسبه ازاي أجي أبص في الاتجاه من الجنب هو الاتجاه الطويلة هو تمام أول حاجة أنا شايف طول ولا عرض لا شايف عرض عرض مين عرض الصدفة عرض الصدفة المتوسطة طيب بعد كده طول القلبة طول القلبة الأولى طول القلبة يا شباب طول القلبة الأولى زائد عرض صدفة الوصول عرض صدفة إيه عرض صدفة الوصول تعال نجمعها مع بعض كل لون بلونه عرض الصدفة المتوسطة كام أهو متر وعشرة يبقى عرض صدفة الوصول أشيل الكلمة دي وحط القيمة بتاعتها كام متر وعشرة طول القلبة الأولى كام أيوة برافو عليك قال لي مقاس النائمة الوحدة اللي طلعناه اللي طلع من القانون اتنين قفزة ادنون طلع في الاخر كام اتنين وثلاثين سنط اللي هو عرض النائمة طب أنا عندي نائمة باثنين وثلاثين هذه نائمة تانية باثنين وثلاثين كم نائمة يا أستاذ تسع نوايم يبقى تسع نوايم في اتنين وثلاثين بيسوي كم متر وإيه متر وعشرين طيب بعد جوضات يا باش مهندس لا المتر وعشرين دي ايه احنا تلقبطنا على عشان صايمين المتر وعشرين دي عرض صدفة ايه عرض صدفة الوصول يبقى احنا هنجمع المتر وعشرة زائد الاول هنخلص التسعة في اتنين وتلاتين هيديني اتنين تمانية وتمانين هيديني كم يا شباب اتنين متر تمانية وتمانين يبقى طول القلبة الاولى طولها كم يا شباب اتنين متر تمانية وتمانين جي منين جي ان انا ضربت تسعة في اتنين وثلاثين اداني اتنين تمانية وتمانين اجمعهم على عرض الصدفة المتوسطة اللي هو متر وعشرة واجمعهم على المتر وعشرين اللي هو عرض صدفة الوصول هيديني في الاخر النتج بكام خمسة متر تمنتاشر يبقى طول محل السلم كام طول محل السلم خمسة متر تمنتاشر تعالى ننتقل للخطوة اللي بعد كده اللي هو حساب عرض محل السلم جايب لك برضو الرسمة هو قدل عرض حسب الناس زي لما كنا بنشرح عرض القلبة الاولى وعند عرض القلبة الايه التانية طيب عرض القلبة الاولى دي كام يا شباب لو طول الدرجة الظاهر كام دوني في المسألة متر وعشرة طيب وطول الدرجة الجهة التانية اللي هو في القلبة التانية ده كام متر وعشرة اجمعهم على بعض يا أستاذ قالك اتنين متر وكام اتنين متر وعشرين طيب تعالى نشوف كده القاعدة بتقول ايه عرض القلبة الاولى زائد عرض القلبة التانية بيساوي متر وعشرة زائد متر وعشرة بيساوي كام اتنين متر وإيه يا شباب اتنين متر وعشرين يبقى أبعاد محل السلم أبعاد محل السلم كام أيوة خمسة متر وطمانتشر في اتنين متر وكام في اتنين متر وعشرين طيب تعال نشوف كده هو تمرين تاني بسرعة مع بعض يراد إقامة سلم من المزايك بين طابقين إذا علمت أن ارتفاع الطابق من الداخل ثلاثة متر وعشرين وسمك بلط الساف كام عشرين من مية عشرين سانتي تمام طيب بعد جهود وأن السلم المكون من قلبتين عرض المنور بينهما آه اللي هنا عرض المنور اللي هو الفنوس اللي هو المسافة أو الفراغ بين القلبتين أو رؤوس الدراجات كام تمانين سانتي أو تمانين من مية متر وأن طول الدراجة الظاهر هو متر وعشرة اوجد عدد الأوايم والنوايم وطول وعرض محل السلم استخدم القانون اتنين قافزة اتنون ماشي بيسوي كام اربعة وستين هنا جايب لي القاعدة بتقول لي ايه اربعة وستين طيب أول حاجة هنفرد عشان أحسب ارتفاع الأيمة هنفرد ارتفاع الأيمة كام ارتفاعها أيوة خمستاشر طب ليه يا أستاذ لأنه هو جايب لي هنا في المسواد ده اللي أنا جايبها لك ايه اللي ارتفاع الدور كام ثلاثة متر وعشرين طب ثلاثة متر وعشرين يا أستاذ وعندك ببلط السقف هنا هنقول بس النقطة دي تمام وهسيبك تفكر ونكمل ان شاء الله مع بعض في الحلقة ايه الحلقة القادمة ان شاء الله قال لك سمك بلط السقف هنا ايه عشرين طب سمك بلط السقف عشرة سنتي خرصانة وعشرة سنتي اللي هو المونة والبلاط او الرخام او كسوة الارضي يبقى انا عندي ارتفاع الدور هنا كام يا شباب ثلاثة متر وعشرين واخد من سمك بلط السقف اللي هو العشرين اخد العشرة سنتي اللي هو ارتفاع الخرصانة يبقى ارتفاع الدور عندي كام ثلاثة متر تلاتين يا شباب ثلاثة متر تمانين ثلاثة متر تلاتين اقسمهم على الخمس عشر اهو تعالوا مع بعض اهو ثلاثة متر عشرين زاد العشرة بيسوي ايه ثلاثة متر تلاتين أسمت أسمتها على الخمساشر اللي أنا فرطتها من عندي طلع 22 أيمة 22 أيمة دولت لما يتقسموا على عدد الألبات اللي هو عددهم كم يا شباب عددهم 2 عددهم 2 يبقى هيطلع نصيب القلب الوحدة كم أيمة 11 أيمة 11 أيمة يبقى بكم نايمة 10 نوايم يا أستاذ لأن أنت قلت لي عدد النوايم أقل من الأوايم بواحدة عدد النوايم بالقلب الوحدة هيطلع بكم 11 نايم 1 بيساوي 10 نوايم نستخدم عرض النايمة أو حساب عرض النايمة مع بعض كده 2 قف زاد نون بيساوي 64 سنتي القاعدة اللي هو جابها لي في السؤال استخدم 2 قف زاد نون بيساوي 64 سنتي هنعمل ايه 2 تنزل زي ما هي القاف اللي انت فردتها وتلعي ارتفاع الأيمة بتاعي 15 تمام بعد جدوات زايد النون بتساوي ايه 64 يبقى 2 في 15 بكم 30 زايد النون تنزل واللي 64 تنزل زي ما هي أخرج النون زي ما اتفقنا نفس الحركات اللي احنا عملناها يبقى النون بتساوي 64 أدخلها جوه وال30 أخرجها برا وأعكس الإشارة اللي في النصة تمام هتطلع على طول أوتوماتيك جدوة عرض النايمة بكام ب34 سنتي 34 ايه 34 سنتي طيب تعالوا مع بعض جدوات يبقى لما تيجي تحسب طول محل السلم هنحسبه ازاي لازم ترسم الرسمة لازم ترسم الرسمة بتاعتك هنرسمها ازاي قال لي هتختلف عن الرسمة الاولى في ايه ان انا حطيت هنا منور السلم اللي هو الفنوس او اللي يديني اضاءة وينوال للسلم تمام ودي القلبة الاولى القلبة التانية طيب بكم نايمة بعشر نايمة انا مرقمها لقوم سلسلها لقوم من واحد لكام لعشرة طيب لما تعد الخطوط هتلاقيهم بكم خط هتلاقيهم حداشر خط يبقى الحداشر خط يبقى دولة ايه الخطوط ديت حداشر ايمة القلبة الاولى زي القلبة التانية ودي الصدفة المتوسطة ودي صدفة الوصول تعال انجمع طول بحل السلم قال لي كم متر وعشرين زي التلاتة متر اربعين جات منين يا أستاذ التلاتة متر اربعين ديت قلت له عندي عرض النايمة تلعب كم في المسألة عرض النايمة تلعب اربعة وثلاثين سنط يبقى اربعة وثلاثين في عشرة تلعب ايه تلاتة متر واربعين اجمعها على المتر وعشرة والمتر وعشرين يبقى هيديني طول محل السلم كم يا شباب اهو حتى كدبالك على الرسمة خمسة متر سبعين طب يبقى عرض محل السلم نفس الرسمة اهو تمام هيجمع ازاي كان الاول بقول عرض القلبة الاولى وعرض القلبة التانية طب فيه فراغ ما بينهم اهو اللي هو بقول له ايه عرض المنور عرض منور السلم او عرض الفنوزة كام تمانين يبقى متر وعشرة زائد تمانين زائد متر وعشرة يبقى بتساوي كام يا شباب هتساوي عرض القلبة الاولى زائد عرض منور السلم زائد عرض القلبة التانية بتساوي هتساوي كام يا شباب متر وعشرة زائد تمانين زائد متر وعشرة تلعب كام يا شباب تلاتة متر يبقى ابعاد محل السلم ابعاد محل السلم هتطلع بكم خمسة متر سبعين اللي انا كاتبها لك في الاتجاه الطولي تمام وادي التلاتة متر اللي هو الاتجاه ايه للعرضي يبقى باعدة سلم بتاعتي تمام عايز مساحة السلم اللي انا هرص فيه السلال متاعتي عشان توصلني لارتفاع دور ارتفاع الدور عندي او ارتفاع الطابق ثلاتة متر تلاتين ابعدة سلمكام خمسة متر سبعين في تلاتة متر وبكده نكون احنا اشتغلنا النهاردة تمام ازاي نعرف ونحسب سلم متصمم من قلبتين. ازاي نحسب سلم متكون من ايه من قلبتين. سواء السلم ده عديد من المنور او بايه او او بمنور. وارجو ان حضرتك نفس المسائل دي حضرتك هتشتغلها بس مع تغيير الارقام واجرب وشوفوا ولو في اي حاجة وقفت اصادك تمام اديني تعليق ده هو توقتي بالتعليق او بعتلي الحل اللي حضرتك عملته على التعليقات في الحلقة من تحت وهرد عليك مباشرة وإلى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته